تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار فعالية مؤتمر آثار التغيرات المناخية على الاستدامة الطريق إلى كوب 27 المقام المؤتمر المقام على مدار يومي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 وفي كلمته أكد الوزير أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى خارطة طريق واضحة تحافظ على الاستدامة لحياة أفضل للأجيال القادمة وألفت عبدالغفار إلى الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا التغيرات المناخية والذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة السابقة لهذا المؤتمر والتي استضافتها مدينة جلاسكو والسكتلندية في نوفمبر الماضي مشيرا إلى أن مصر من الدول التي تتأثر بأثار التغيرات المناخية بشكل كبير رغم عدم كونها من الدول المتسببة في الانبعثات الكربونية